بسم الله الرحمن الرحيم سنقوم اليوم بتجربة جديدة في مجال البصريات سنختار من التجربة الجاهزة تجربة خصائص الخيال المتكون في المرايا المحدبة والمرايا المقاعرة ظهرت التجربة أمامنا بعد الضغط عليها بإمكاننا تغيير نوع المرأة بالضغط على هذا الزر وتتغير من مرأة محدبة إلى مرأة مقاعرة كما يمكن تغيير مكان الجسم بالضغط على السهمين كما في الشكل نبدأ في المرأة المحدبة عند وضع الجسم في أي مكان بالنسبة للمرأة المحدبة نلاحظ تكون خيال مصغر ومعتدل وغير حقيقي سبب أنه تكون داخل المرأة ولا يمكن جمعه على حاجز في حال المرأة المقاعرة هناك نقطتين مهمات جدا بالمرأة النقطة الأولى هي البؤرة النقطة الثانية هي مركز التكور أو نصف قطر التكور عند وضع الجسم في أي مكان بعد نصف قطر التكور وحتى المال النهاية يكون الخيال المتكون صغير أو مصغر مقلوب وحقيقي عند تقريب الجسم حتى يصل إلى مركز التكور نلاحظ أن الخيال والجسم لهم نفس الطول ولكن الخيال كما نلاحظ أنه مقلوب أيضا حقيقي ولكن في هذه المرة له نفس طول الجسم عند تقريب الجسم أكثر من المرأة لو تم وضعه في المنطقة ما بين نصف قطر التكور والبؤرة نلاحظ أن الخيال المتكون مكبر ومقلوب وحقيقي أيضا عند وضع الجسم في البؤرة يتكون خيال في المال النهاية أو يمكن القول أنه لا يتكون أي نوع من أنواع الخيالات لا حقيقي ولا وهمي في حال تم تقريب الجسم أكثر من المرأة بحيث أصبح الجسم ما بين البؤرة وسطح المرأة نلاحظ أن الخيال المتكون يكون مكبر ومعتدل ووهمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر